ينضم إلينا من رمالة جمال زقوت مدير مركز الأرض للأبحاث سيد جمال من الأهداف التي كانت تسعى إليها إسرائيل من هذه العملية هو استعادة سياسة الرضع أو قوة الرضع الإسرائيلية هل استطاعت أن تحقق ذلك؟ يعني لا أستطيع أن أقول أنها حققت أو لم تحقق ولكن للأسف الشديد في كل جولة من العدوان الإسرائيلي والتصعيد الإسرائيلي تبقي إسرائيل في يدها القدرة على إعادة القصف والتدمير والعدوان لا يوجد أي اتفاق تم حتى الآن منذ سنوات يلزم إسرائيل ولو لمرة واحدة بأن لا تجدد عدوانها على الشعب الفلسطيني سواء كان بشكل شامل على مجمل فصائل المقاومة في قطاع غزة أو على حركة الجهاد الإسلامي والتي تستهدف للمرة الثالثة وكما هو واضح فحركة الجهاد تواجهها منفردة رغم أن هناك جهود تشارك بها حماس في محاولة التوصل إلى التهدئة أنا أظن أن محاولات هذه الحكومة لأن تعيد الاعتبار لما يسمى بسياسة الردع من خلال الاغتيالات هذا ليس أمرا جديدا فهي قد مارسته قبل أشهر قليلة ضد قادة حركة الجهاد الإسلامي وقبل ذلك مع الشهيد أبو العطى قبل حوالي ثلاث سنوات ولذلك نحن نرى أن هذه العدوانية لم تلجم بعد الاستخلاصات التي يجب أن نتوصل إليها هو كيف يمكن تكوين جبهة فلسطينية موحدة تستطيع أن تبني حال التضامن عربي وأن تضع العالم أمام مسؤولياته صحيح أن العالم الآن منشغلا بحروب شبه كونية والمنطقة العربية أيضا تعيد تموضعها بطريقة أو بخرى إذن الحلقة التي بيدنيا كفل السينيين هي التي يمكن أن نعمل عليها وللأسف لم يعمل عليها بشكل مطلق طوال السنوات الماضية وهي مسألة توحيد الصف الفلسطيني توحيد الموقف الفلسطيني توحيد الرؤية الفلسطينية سيد جمال هل هناك أسباب منطقية لعدم وجود هذه الرؤية؟ أسباب منطقية إطلاقا لا يوجد أسباب منطقية هناك أسباب فعوية جوهرها الإنقسام والصراع على التنسيل الفلسطيني أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية التي تبدو كل مرة عاجزة عن مجرد التدخل أو أن يكون لها صوتا مسموعا في مواجهة هذا العدوان من خلال على الأقل في بحث شروط التهدئة بحيث تكون شاملة وتوقف العدوان الإسرائيلي أيضا على الضفة الغربية فالضفة الغربية مستهدفة يوميا في القدس في جينين في نابلس في طول كرم في أريحة في كل منطقة من المناطق الفلسطينية السلطة الفلسطينية عاجزة وإن أرادت فهي غير مؤثرة وغير مسموعة السبب هو الإنقسام في الجولات الثلاث الأخيرة التي استهدفت فيها حركة الجهاد الإسلامي وكان واضحا بأن حركة حماس هي ليست جزءا من المواجهة العسكرية وهي تبذل مع الأطراف الإقليمية أو العربية تحديدا يعني مسألة التوصل إلى تهدئة وفي نهاية كل تهدئة لا يوجد هناك ضمانات لإلزام إسرائيل ليس فقط بوقف الاغتيالات بل بعدم تكرار هذا العدوان مرة أخرى تنتهي التهدئة بمجرد وقف اطلاق النار من الطرفين هكذا تريد إسرائيل حتى تبقي في يدها زمام المبادرة للتصعيد حيث ما شاءت وتختلق الأسباب كيف ما شاءت إذن السؤال المركزي الذي يطرع علينا سيما بأن الإطار العام السياسي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية والتي تتضمن عناصر فاشية تسعى ليس فقط للتصعيد بل لتصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وعزل قطاع غزة بالمطلق عن محيطه الفلسطيني كما هو عزل القدس والسيطرة عليها أنا أعتقد الجواب الوحيد لإفشال هذا المحطط هو القضية المركزية وهو توحيد الكيانية الفلسطينية الجامعة في إطار مؤسسات جامعة سواء كان في إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو في إطار الحكومة الفلسطينية بحيث تكون مهمة القيادة الفلسطينية هو حشد الرأي العام الدولي وتوحيد الخطاب الفلسطيني وفي نفس الوقت يعني البحث عن سبل من أجل إذا أرادت الهدنة حيث يوجد تنسيق أمني مجاني في الضفة الغربية والآن إسرائيل تسعى إلى يعني ما يسمى بالهدنة المجانية في قطاع غزة أنا أقول أنه إذا كان هناك موقف فلسطيني واحدا يمكن أن نضغط على إسرائيل وبدعم عربي يعني شامل وبموقف دولي أيضا لكل من يتحدث عن مستقبل يعني التسوية السياسية أن هذه التسوية تتطلب وقف العدوان العسكري والعدوان الاستيقائي قد يفهم أن لا يكون هناك موقف موحد إذا كانت القضية مر عليها سنوات قليلة ولكن هل يمكن بعد كل هذه السنوات ألا يكون هناك موقف موحد وتسعى إليه دول عديدة من أجل إيجاد هذا الموقف الموحد بالجمع بين القوى الفلسطينية ولا يتحقق ذلك؟ سيدي المشكلة أنه إذا لم يتحقق فهذا عنوان فشل وليس أنه ليس ضروري لا يمكن مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف تمزيق العرض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية برمتها دون توحيد الصف الفلسطيني وتوحيد الكيانية وحماية الهوية الفلسطينية وعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية الجامعة ووقف أي صراع على التمثيل لهذه المؤسسات هذه النقطة أيضا سيد جمال وعذرا للمقاطعة هناك رأي آخر يقول أن هناك من يرى أنه لابد من السير في المقاومة المسلحة وفصيل آخر يتحدث على السعي سياسيا وعندما يتحدث الطرفان يتم الحديث على أن الهدف واحد ولكن كل فصيل يسير في اتجاه مختلف يا سيدي أنا أريد أن أتحدث بكل الصراحة السلطة الفلسطينية ملتزمة بتنسيق أمني مجاني وحركة حماس ملتزمة وملتزمة تماما بالتهدئة فقط من يخرق هذه التهدئة هي إسرائيل وخلال ثلاث حروب هي تسعى إلى تحييد حركة حماس واستهداف حركة الجهاد الإسلامي بحجج مختلفة إذن القوى المنقسمة حماس والسلطة الفلسطينية كلاهما ملتزم بالتهدئة فعلينا أن نقول بكل صراحة أن طرح شعار المقاومة أو طرح إمكانية تحقيق أهداف سياسية كلاهما يعني يحتاج إلى تدقيق ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك مصار التسوية وصل منذ مدة إلى طريق مزدود وأهيل عليه التراب وأتت هذه الحكومة لتصدر له شهادة الوفاء وتسعى بشكل معلن ورسمي وإستراتيجي لتصفية القضية الفلسطينية هذا هو الموقف الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر